بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين تقرأ فصول اليوم الرابع عشر من شهر بابة وهي مرتبة على نياحة القديس في لبس المبشر أحد السبعة الشمامسة إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع ترجمة نانسي قنقر إله إسرائيل هو يعطي قوة وعز لشعبه واصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بسرور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جميل وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضيا إليه فكان وكان يقول لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا أولنا السلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإن لم يكن فسلامكم يرجعوا إليكم وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرتا لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدموا لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقتربا ملكوت الله وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار أيضا الذي لسقى بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله وأقولوا لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لأمنه لو صنعت في صورا وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوحي واررمات ولكن صورا وصيدا ستكون لهما راحة في الدينون أكثر مما لكما وأنت يا كفرنا حوم أترتفعينا إلى السماء إنك ستنحطينا إلى أسفل الجحيم الذي يسمع منكم فقد سمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضعوا لنا باسمك فقالا لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البارق ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا أمن الأرواح تخضعوا لكم بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات أمن الأرواح تخضعوا لكم اعيدا آآ 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 ايماء انجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصطوا لسماع الإنجيل المقدس فاصل من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع اعين من مزمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين قديسوك يباركوناك ومجدا ملكك يصفون وبقوتك ينطقون ليظهروا لبني البشر قدراتك أمين من ملكك وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وفي الغد وفي الغد أيضا أراد أن يأتي إلى الجليل فوجدا في لبس فقالا له يسوع ادبعني وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة أندراوسا وبطرس فوجدا في لبس نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتبا عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصر فقال له نثنائيل هل يمكن أن يخرج من الناصر صالح فقال له في لبس تعال وانظور ورأى يسوع ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا يغش فيه فقال له نثنائيل من أين عرفتني أجاب يسوع أجاب يسوع وقال له قبل أن يدعوك في لبس وأنت تحت شجرة التين رأيتك أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت هو ابن الله أمت هو ملك إسرائيل أجاب يسوع أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت شجرة التين سوف ترى أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم إنكم سوف ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنساء والمجد لله هدى آه آآ إمام البولوس فصل من رسالة معلمنا القديس بولوس الرسول إلى تلميذه القديس تيتوس بركته علينا آمين لأنه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر النفاق والشهوات العالمية لنعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المغبوط وظهور مجد الله العظيم ويسوع المسيحي مخلصنا هذا الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهرنا له شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان لا يستهن بك أحد ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين ويكونوا لطفاء مظهرين كل وذاعة لجميع الناس لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة سالكين في الشر والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا فلما ظهر لطف مخلصنا الله ومحبته للبشر لا بأعمالنا في بر عملناها نحن بل برحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بغنى بيسوع المسيح مخلصنا لكي نتبرر بنعمة ذاك ونصير ورثه حسب رجاء الحياة الأبدية نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس يوحن الرسول بركته علينا آمين من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله يسوع المسيح هذا الذي جاء من قبل ماء ودم وروح لا بالماء وحدة بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق فإن الذين يشهدونهم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في واحد إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له ابن الله له الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم ينضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين ثم إن ملاك الرب تكلم معا في لبسا قائلة قم واذهب وقت الظهيرة على الطريق المنحدرة من أرشليم إلى غزة التي هي برية فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة هذا كان على جميع خزائنها وكان قد جاء إلى أرشليم ليسجد وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في إشعياء النبي فقال الروح لفي لبس امضي والتسق بهذه المركبة فأسرع في لبس فسمعه يقرأ في إشعياء النبي فقال له ألعلك تفهم ما أنت تقرأ أما هو فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وطلب إلى في لبس أن يركب ويجلس معه وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل خروف سيق إلى الذبح ومثل حمل صامت أمام الذي يجدزه هكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاءه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض فأجاب الخصي وقال لفي لبس أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ففتح في لبس فاه وابتدأ يبشره بيسوع من هذا الكتاب وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنعني أن أعتمد فأمر أن تقف المركبة فنزلا كلاهما إلى الماء في لبس والخصي وعمده ولما صعدا من الماء خطفا روح الرب في لبس فلم يعد يبصره الخصي أيضا وذهبا في طريقه فرحا لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيهِ عَلَى جَمِيهِ بَرَكَتُوا عَلَيْنَا أَمِينَ طُوبَهُمْ أَلَّذِينَ لَمْ يَحْسِبْ لَهُ الْرَبُّ خَطِيَّةِ وَلَا فِي فَمِهِ غِيْهِ إِلُو يَا مُبَارَكَ أَلْآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إلى الأباء آد آمين وكان إنسان من الفريسين اسمه نيقود موس رئيس لليهود هذا أتى إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعملها إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعَهُ أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد ثانية من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله قال له نيقود موس كيف يمكن الإنسان أن يولد ثانية بعد أن صار شيخا ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد ثانية ويولد أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد مرة ثانية الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل مولود من الروح أجاب نقد موس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا الحق الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلونا شهادتنا إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزلا من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي ينال كل من يؤمن به الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم من يؤمن به لا يدان ومن لا يؤمن به فقد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد الجنس وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرا لأن كل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله لأنها شريرا وأما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة والمجد لله والمجد لله شكرا